بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طلاب الدفعة التسعة اهلا وسهلا بكم ان شاء الله تكونوا بخير جميعا ان شاء الله تعليمات جديدة نزلت من بعد ما بدأوا طلبة بتوع الدفعة التسعة يدخلوا في الكشف الطبي اه يعني حاجة اختلفت غير الدفعة اللي فاتت اه بطلبوا من كل طالب متين جنيه غير مصاريفك طبعا الشخصية يعني انت بتاخد ايه معاكم انت رايح في متين جنيه احنا جاي اتكلم عشان المتين جنيه عشان تبقى عامل حسابك عليها متين جنيه دو بتدفع مية وخمسين جنيه بتدوج بها خط اتصالات وعشرة جنيه اقرار ادي ادي كده هو تمية وستين وفي خمسين جنيه بتدفعهم تاني اه دول بتوع الكشف الطبي يبقى دي كده متين وعشرة دول تعمل حسابك عليهم بالاضافة انك انت بتصور في معاهد بقى طلبة ده يكون على الورقة يعني انت ما بتاخده بتصحبه على ورقة كبيرة وبتحط كمان يعني معاه صورة البطاقة نفسها بتتصور مع البركود تاخد تلات نسخ يعني ورقة كاملة كده عليها البركود وتحط كمان اللي البطاقة تصورها وش وظهر على نفس الورقة بتاعت البركود يعني تحت البركود كده بتحط الورقة التانية البطاقة بتاعتك وتصورها في معاهد طلب تصور البطاقة الشخصية الوحديها فانت تعمل ده يعني كده تعمل تلات نسخ دول ولا كده هو تيبقى هما اه يعني هناك تعالك تبقى فيه تصوير في المعهد عايصور لك عادي فلكن هو انا بكلمك على انك انت تاخد تلات نسخ من البركود وتاخد سورتين للبطاقة دايما معاك قلت صور البطاقة دي بتاع ايام متن تصورهم على البركود انت حر اه لكن انا بتكلم مع جاي بس بتكلم على النقطة جديدة اللي كل شوية فيه تغييرات من دفعة لدفعة بالتم فهو حالين بطلبه متين جنيه اه دول بتوع حوالي بتدوك خط اتصالات وهي بتدوك عليه على خمسين جنيه تدفعهم طبعا للكاش في الطب اللي كان الاول ده عتقول لي اشاعة في معاهد ما طلبتش الاشاعة اه عشان انا معرفش كده فيه والمفروض كان اشاعة دفعة اللي فاتت لو كاتب لك انك انت تعمل اشاعة وتاخدها معاك لو في عندك اه دايما فيه تعليمات بتجي لك على الموقع لو جاي لك من ضمن التعليمات اللي على الموقع ديت انك انت تجيب اشاعة ومعها تقارير معتمد فلجب تاخدها معاك عشان برضو ميرجعكش بتاخد صورة معاك برضو شخصية دايما دايما قلت لك دايما تشيل صور شخصية معاك الصور دي قديمة بقى بشعرك من غير شعرك ما تفرقشي طيب برضو نصيحة برضو فيه حاجة اقولها لك اخر الفيديو تنتبه لها ولكن دلوقتي فيه نصيحة مهمة جدا انك انت حاول اليوم ده تشرب مية وانت قدام المعهد او ان انت قريب من المعهد هتروح بدري الساعة سبعة تكون قدام باب المعهد جاي من اي محافظة تعمل حسابك بقى انك انت يعني ايه تبقى حساب المواصلات والكلام من ده عشان ما تتأخرشي لان الطب ده بيبدأ من بدري دخول مجموعات زي ما قلت لك المجموعات دي بقى تتقسم على العيادات فيه ناس بتخش عيادة العظام فيه ناس بتخش فاليوم ده ما تقلقش بس اهم حاجة اليوم ده حاول تشرب بقى اول ما تخش بقى تخش الحمام لانه هتزنق ويقول لك روح اعمل لي اديك حاجة كده يقول لك عبالي مية ويقف معاك واحد امين شرطة ساعتها او يقف معاك معاون امن هيقف معاك وانت دخل الحمام عشان خاطر اللي تاخد العينة ديت بتاعة البول فبرضو عائلة التحديل دي فدي برضو حاجة مهمة جدا بقول لك يعني ما تجيش تقول لنا بقى لا اي فانت تتأخر كده تقول لنا لا مثلا مش مش ما عنديش رغبة ان انا خش الحمام لأ فانت تعمل حسابك قلت لك اشرب مايا كتير ووزنق نفسك شوية لما تجي تخش المعد عشان خاطر تبع عارف انك انت ساعة التحليل بتاعة الديها البول دي تكون موجود ما تقلقش من اي حاجة حاول بس هو المشكلة في اللي هو يعني مسلا هيقول لك مثلا اه قلت يعني اربعة 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 واربعين قول ستة وستين قول ده ده ما فيش مشكلة بتقف على تراطيف صابعك بتاعة رجليك على تراطيف الصابع بتاعة الرجلين مفيش مشكلة ما تقلقش من اي حاجة محدش يخوفك انت دخلت كمل وانت ونصيبك ليك نصيب في الشيء ربنا كاتبه لك فمفيش مشكلة اقول سريعا بقى الناس اللي بتتكلم بتسألني على تعبية الملف على الاشقاء يعني اخوات ابوي الاشقاء اخوات عم الاشقاء اخوات مش عارف مين اخوات يعني ابوك تقول لي الاشقاء كلمة اشقاء دي اي حد ينتسب يعني تقول لي ابوك الولدك يعني في عمامك مين بقى الاشقاء دول وغير الاشقاء الغير الاشقاء اللي هما من ام تانية لو كان مثلا يعني جدك ده تجاوز اتنين لكن اخوات ابوك اللي بيحمله نفس الاسم خلاتك برضو اخوات امك اللي يحمله نفس اسم ابوها هما دول الاشقاء كلمة شقيقة يعني ما تجيش مثلا جدك تجاوز اتنين حريم لكن يعني